اصدقائي العزاء طلبة الصف الثالث سنوي اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الكيمياء وحلقة اليوم ان شاء الله عن المواجعة في جميع نقاط المنهج الحقيقة اسئلة متنوعة تغطي معظم الاسئلة بالاضافة الى نوعيات جديدة لم نقوم بمناقشتها او مواجعتها في الحلقات السابقة من حلقات المواجعة فينا اللي مع بعض نبدأ كده باول سؤال من الاسئلة ناخد بالنا احنا بنراجع مش بنحل يعني اي سؤال هيحتاج مناقشة حنقش وانا حاسس بيكم وحتحسوا معايا انتوا كمان ان شاء الله انا ادي حاس بيكم وحنراجع الجزئية اذا احتاجت مننا هذه المواجعة يلا بنا نبدأ باول سؤال اذكر اسم وصيغة الصيغة البنائية لاحد الكربوهايدرات الكيتونية عديدة الهايدوكسايل هنا طلب مني ان اسكر الاسم وصيغة طيب هنا الصيغة مرتبطة بالسؤال هي الصيغة البنائية لأحد الكربوهايدرات الكيتونية عديدة الهايدوكسايل طالما قال لي كيتونية ما ينفعش تبقى الديهدية اذا هو اكيد انا معاكم وحاس بيكم سكر الفراكتوز ممتاز لان لو قلته سكر جلوكوز ده هيبقى مشابهة جزئية وذا قال دهايد لا هو الكيتونية كوبوهايدرات كيتونية عديدة الهايدوكسايل طب نشوف كده مع بعض الصيغة هو الفراكتوز سكر فاكهة سي اتش تو او اتش وبعدين ادي مجموعة الكربونية هي السي او كيتونة او سي او سي طب البوند او اهو قدامنا وعين سي اتش او اتش سري وعين سي اتش تو او اتش يبقى هنا انا كتبت الصيغة البنائية سؤال محدد باسم وصيغة صيغة بنائية والاسم الكهيدوكاربون كوبوهايدرات كيتونية عديدة الهايدوكسايل كويس جدا طيب ايه كمان عايز اسكر اسم وصيغة البوليمر المستخدم في صناعة مواسير الصوف الصحي وانبيب البلاستيك ودي الايه اللي بيأكدلك مين هو قالك بوليمر مستخدم في صناعة مواسير الصوف الصحي بالتحديد كده كان عندنا في الجدول في كتاب المدرسة طب ده لازم بقى ايه في منه مارن ومنه صلب ويتحمل اه انا حاس بيك هو البي في سي بولي فينايل كولورايد ممتاز اللي هو عندي الصيغة قدامنا طبعا ده بوليمر يبقى دي كده هو مقفول على الاقواص بتاعته اين ومنشطين زراتين الكربون بالكترونات منشطة ايه وعندي كمان زرات كولور لان ده شكل كولورايد ممتاز وهو ده البي في سي وإحنا عرفين اهميته في صناعة مواسير الصوف الصحي وكثير من الصناعات والاستخدامات زي الاحزية زي الاواني زي اللي هي الزجاجات اللي ايه ها الزيوت ودي كلها استخدامات هامة للبي في سي طيب اذكر اسمه وصيغة حمضة ارماطي صناعي كوبوكسايل اصدقائي اما بنجي نتكلم عن الاحماد مهم جدا كلمة كوبوكسايل لان كوبوكسايل دي المجموعة المميزة للحمض وقوعوا وتنسوا ان كوبوكسايل مجموعتين مش مجموعة واحدة بتكون من هيدوكسايل ها ايوة وكوبوكسايل ممتاز يعني بتاعت الكيتون وبتاعت الهايدوكسايل بس اننا بقى فاهمين اللي هي كوبوكسايل سي او او اتش طيب تكرارها على الجزئ دي اسمها قاعدية فناخد بانا عشان ما يجي حددلك اسم الحمض سنائي كوبوكسايل سلاسي احادي احادي قاعدية سنائي قاعدية سلاسي قاعدية وان اخد بانا هل هو حمضة ارماطي ولا اوليفاتي لان دي مهمة جدا لاني لازم نميز بين الاحماض المعدنية والحمض العضوي وبين العضوي من حيث اوليفاتي ولا او ماطي طيب هنا السؤال محدد فنشوف بقى تحديده هنا قال ايه انا قلت النصيحة وناخد بانا يلا حمض او ماطي هو قال النوع وقال سنائي كوبوكسايل يعني سنائي قاعدية في مجموعتين كوبوكسايل ايوة يبقى هو حمض الايه على طول الفساليك حمض الفساليك يبقى حلقة البنزين عندي لانه او ماطي ونطلع مجموعتين كوبوكسايل لانه قال لك سنائي قاعدية او سنائي كوبوكسايل ممتاز يلا تاني اسكو اسم وصيغط كحول ثالثي الذي يحتوي اربع زرات كربون هنا محدد لك كحول يبقى ثالثي خلاص يحتوي على اربع زرات كربون يبقى هو ثالثي غير قابل للاكسادة لا يوجد فيها هيدروجين يبقى مجموعة الكار بينول متصلة بثلاث زرات كربون يبقى هو كحول بيوتيلي ثالثي قدامنا اهو الصيغة بتاعته ايوا مجموعة الكار بينول محطة بثلاث مجموعة سي اتش سري من كل جانب يبقى ايزا هي متصلة بثلاث زرات كربون بدون زرات زرات هيدروجين طيب اكتب اسكو اسم وصيرة المركب الناتج من تفاعل الايسيلين اللي هو الاسيتيلين مع حمض الكابرتيك المركز عند مية وتمانين درجة مئوية او سيليزية هنا ده تفاعل كيميائي يبقى ما ننساش ان هو تفاعل ممكن اجي على جنب ممكن اجي في الاخر ها ونعمل التفاعل نفس وليه لانه مهم جدا ان انا ما فكرش بصفة مستمرة شفه لا هنا ده بيقولك تفاعل نتج عن تفاعل حمض الكابرتيك عند مية وتمانين مع الاستيلين اذا هنا ده مهم ان انا اخد بالي ان انا اجرب واشغل ايدي وعندنا وقتين في اخر النظام بتاعنا الاسئلة ها للا ايه لان انا اجرب واعوض واحل او اعمل اي حاجة قبل الاجابة النهائية وتكفي وان شاء الله هتكفي يلا يبقى هنا عندي هو الكحول الايسيلي سي اتش سي سي اتش تو او اتش طيب هنا بيقولي ايضا اكتب او اسكر اسم وصيغة الموكب النهائي الناتج من اضافة بروميد الهايدوجين الى الاسيتلين طيب بعد اذنكم هنا من الحاجات اللي هي بتقلقنا اتصرع في الاجابة فيه طالب ما قالش ما شافش كلمة النهائي طب هي دي مهمة طبعا انت مع انت في موكبات الالكاينات الى الاستيلينات انا عندي اتنين باي عندي ربطين باي يبقى المحتاج ان انا اكسر مرتين اضيف مرتين فيه اضافة غير تامة وفيه اضافة تامة نهائية فواجه قالك التام النهائي يبقى ناخد بنا لان المنتج اللي الناتج النهائي الناتج النهائي قالك تام لايه الاضافة خلاص ناخد بنا طيب تعالوا نشوف بقى هنا بيقول لي ايه الموكب النهائي الناتج من اضافة بروميد الهيدوجين اتش بي ار في الاستلين يبقى احنا هنا احنا في الغير تامة اه اضافنا بي ار اتش بي ار واحدة لا هنا التامة يبقى حيديني واحد واحد سنائي برومو ايسان وهنا ناخد بالنا ان الموكب النهائي قدامنا هنا ايه مشبع كل رابط ايه سجما احدية ممتاز لان خلاص ده الموكب النهائي بعد اضافتين كسر اتنين باي يبقى كل رابط اللي قدامنا موكب مشبع رابط احدية من نوع سجما تمام بيقول لي اسكر اسم وصيرة ناتج اكسادة واختزال الاسيتالدهايض هنا برضو لو بصنا للسؤال الراجي بيقول لي ناتج اكسادة واختزال طب انا شفت اكسادة طب يبقى نص الدرجة طب شفت اختزال برضو نص الدرجة طب ناخد بالنا ان السؤال بيقولك ناتج اكسادة واختزال يبقى انا هشتغل على ايه الموكب اللي مدهوني على حاجتين هكسده و هكتزله طب هنا دي محتاجة ايه التمهل قراءت السؤال بطريقة صحيحة هفكة صح يلا ناتج اكسادة واختزال الاسيتالدهايض الاسيتالدهايض هنا عيني عليه هيتأكسد اه فاضله اكسادة واحد اكسادة هه يديك حمض الايه اسيتال اشتغل يمين طب اشتغل الشمال واختزل هنوجعكو حول ايه ايسيلي ايسانول تمام يبقى اذا انا شغال هنا اكسادة وبحول الاسيتالدهايض الايسانال الى حمضة ايستيك او خليك او ايسانويك طب هاختزله يبقى هنرجعوا الى الايسانول او الكحول الايسيلي كويس جدا يلا تعالوا برضو ناخد نفس السؤال عشان سؤال جميل حقيقة يقول لك اسكر اسم وصيرة الكان نقرأ كده بص بص شايف انا بنطقه ازاي الكان يحتوي خمس زرات كربون خلاص الكان يحتوي خمس زرات كربون طب كده السؤال نقص طبعا انا عندي نعيم الالكانات عندي الكان حلقي وغير حلقي اه فقالك احدهما حلقي والاخر غير حلقي يبقى اذا انا ماشي مع السؤال انا على طول فاهم الكانات لما ما فيش حاجة اسمها الكانات واسكت طب لو سكت اديني بقى مثالين طب هنا غير حلقي يبقى يبقى ايه البنتان كالك الكان اهو غير حلقي يبقى خمس زرات كوبون يبد بنت يبقى بنتان عادي يبقى كام يبقى سي خمسة اتش كام اتناش اتناشة نين زاد اتنين كامت ها طب لو قال كان حلقي يبقى سي ان اتش اتنين انو نعمل الشكل الخماسي الجميل اللي قدامنا يبقى سي ان اتش سي ان اتش اتنين ان يبقى سي خمسة اتش عشر ده لو كان حلقي مشبع وهنا غير حلقي ايضا مشبع اللي هو اوليفاتي عندي عادي سلاسل اللي هو سي خمسة اتش اتناشر تمام تعالوا بينا ننتقل الى سؤال مهم جدا من اسئلة المقال ما المقصود وهنا نصيحتي برضو ليكم من فضلكم ارجو يعني نبقى محددين المعنى المفهوم اللي هو المظبوط السليم عايز اقول مثل ايه ماشي حدي مثال بس سريع على مهلك ليه لنوبلك ما المقصود ما نزودش عشان نراعي الزمن ونراعي الايه المكان يلا نبدأ بما المقصود بايه قالك بحاصل الازابه اه هنا بقنا خبان هو حاصل ضرب بتركيز ايونات طبعا ملح شحي الزوبان ها ضرب بتركيز ايونات ويبقى بالمول لكل الاته ها التي توجد في حالة اتزان مع محلولها المشبه كل مرفوع لقص يسوي عدد الايونات يجي طالب يقول لي مثل كذا خلاص موافق بس ننتقي كده خلاص كله يتفضى ممكن نقول كابريتات باريو ماشي اوكي بس خلاص مثال واحد وخلاص يلا تاخد ناخد برضه ما المقصود بالناتج النهائي لهيضارة الايسيلين والاسيتيلين تمام على مهلينا كده الناتج النهائي ده سؤال لوحده الناتج النهائي لهيضارة طب احنا عافينا هيضارة حفزية للايسيلين والاسيتيلين طب على مهلنا بقى هنا هنا طالما هيضارة حفزية يبقى انا عندي حمض كابريتك مؤكس بس ناخد بقى ان الهيضارة الحفزية للايسيلين تختلف عن الاسيتيلين طب نبدأ بالاسيلين اللي هو الايسيلين هنا انا بعمل هيضارة حفزية بضيف مية طب اما نضيف مية يبقى هنضيف مية في جود حمض كابريتك ايوا عند مية وعشرة يبقى الشرطنا تبقى واضحة على المعادلة نشوف المعادلة كده ها سي تو اتش فور اسين او اسيلين اتش تو او عندي حمض كابريتك المؤكس عندي مية وعشرة درجة سليزية بيدي اسانون على طول هنا دي هيضارة حفزية للايسيلين طب نشوف مع بعض الاسيتيلين بقى الاساين هنا ده ليه الشرط بقى هيضارة حفزية هنا ليه الشرط اولا عندي حمض الكابريتك تركيزه اربعين في المية عند درجة الحفز ستين درجة سليزية لابد من وجود عامل حفز كابريتات الزئبق يبقى ايزا هنا شايفين اه فيه الشرط مختلفة تماما وهنا حايديني هنا ايه اه اسيتالدهايد طب يجي الطالب يقول ان هعمل المواكب الوسطي الوكحول الفينايل موافق ويستقر على اسيتالدهايد دايد ايه سنال بوايحة التفاح تمام شكرا يلا ناخد السؤال اللي بعد كده بقول لي اختار الاجابة الصحيحة لكل مما يلي اصدقائي طلب الصف الثالث سنوي الاختيام المتعدد من اسهل الاسئلة واصعبها في الوقت نفسه لا استهتر بالسؤال لان الاجابة قدامي لكن الواضع الواضع السؤال لابد ان يكون هناك فكرة للسؤال لابد ان انا استخدم سؤال افرق بالطلبة مفيش حاجة اسمها سؤال اتوقع انه بالسهولة المباشرة لا اخد بالي وبحريس اقرأ كل الاختيارات ما سيبش اخر الاختيار قد يكون هو الاصح لان انت اخترت مثلا بي او بيه النقطة بيه طب ما هو في اخر نقطة من الاختيارات قالك بيه وجيم اللي هي دال طب ما انت ما قلتهاش طب ما هو بيه ما كانش غلط بس كان فيه بيه وجيم صح وهو اختارهم في الاخر قالك بالاختيار دال هي بيه وجيم يبقى اذا من فضلك نقرأ السؤال ونقرأ كل الاختيارات ثم نبدأ نجاوب يلا نشوف اول اختيار يتحلل الاسبرين في جسم الانسان لينتج حمضين هما السلسليك وحمض يلا نختار هل الفثاليك البنزويك الاسيتيك او الاوكزاليك ها نفكر كده مع بعض ايوا ها يبقى الاسبرين احنا عرفين من التطبيقات الاستراض في الطب عندنا في المسكنات الالام الاسبرين في جسم الانسان لينتج حمضين هما عندي حمض السلسليك وحمض ايوا الاسيتيك تمام يلا تحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء عنده تميق ملح طب على مهلنا كده نفكر هي الواء لونها ايه احمر اصلا كان لونها ازرق يبقى الوسط هنا ايه ايوا وسط حامضي طب هنشوف بقى الاملاح اللي ممكن تديني وسط حامضي من الاختياط عنده تميقها تمام يلا عندي اسيتات الامونيوم عندي كولوريد الامونيوم عندي كوبونات سوديوم عندي كوبونات امونيوم طب دي كلها ايه املاح طب الملح بيكون من ايه من شقين كاتيون انيون طب تأثير الحمضي هنا او تأثير قاعدة تأثير حامضي تأثير متعادل كله مبني عليه على الشقين بينتمي كل منهما الى حمض وقاعد قوي قوي يبقى ملح قوي ضعيف وضعيف ايضا يبقى هنا الوسط متعادل مؤسس متعادل اذا انا بكشف عن شقين في الاملاح هنا انا عندي كان اللون ازرق بقى لون احمر يبقى هنا الوسط حامضي يبقى نعايز الملح اللي الشق الحامضي فيه قوي والقاعد ضعيف ده اختيار يهو يلا نشوف يبقى عندي هنا مين هنا اهو عندي كولوريد الامونيوم اللي هو الاختيار التاني بيه لاني جاي من حمض قوي اللي هو حمض الهادوكوريك هادوكوريك وامونيوم هادوكسيد امونيوم ايه قاعد ضعيف يبقى اذا الاختيار ايه التاني هو تحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء عند تميق ملح كولوريد الامونيوم من العناصر التالية اكثرها قابلية للتأكسد النحاس الحديد الخرصين النيكل ايوه يبقى اكثرها في الحالة النقية للاقابلية للتأكسد تمام الحديد عند امرار غاز نقط قدامه ها في محلول نقط هنا اخد بالك فيه اختيارين لا يحدث تغير ملحوظ في لون المحلول طيب هل الاختيار الاولاني اللي هو الغاز ثاني اكسيد الكربون والمحلول هادوكسيد كالسيوم هل نشادر امونيا ان اتش سري مع هادوكسيد كالسيوم هل كابرتيد الهايدوجين وخلات الرصاص او اسات الرصاص هل اس او تو وكورومات البوتاسيوم المحمدة اه نفكر بقى نعرفين كابرتيد الهايدوجين اه لو مر هذا الغاز في خلات الرصاص في محلول خلات الرصاص لا يحدث تغير ملحوظ في لون المحلول ويبقى دي كده افضل اجابة عندي يبقى حنختار الاجابة ايوه عندي المحمدة معلش انا اسف عيد سؤال ده تاني عند امهار غاز نقط في محلول نقط لا يحدث تغير ملحوظ في لون المحلول نخبنا عشان هنا في غاز وفي محلول فعندي هنا هادوكسيد كالسيوم مع غاز سينوكسيد كوبون عند هادوكسيد صوديوم مع النشادر عندي خلات وصاص مع كابتيد الهايدوجين عندي ثانيوكسيد الكابريت مع كورومات البوتاسوم المحمد هنا بقى نخبنا انا الغاز هنا مين اللي حيمر في محلول لا يحدث له تغير في اللون ايوه تمام يبقى غاز النشادر حيمر في محلول هادوكسيد الصوديوم لا يحدث تغير ملحوظ في لون المحلول تمام تعالوا بقى اصدقائي معلش في هنا سؤال اخير في الجزئية دي مهمة اوي ان احنا نعتبر الاختيار من متعدد ممكن يكون مسألة ممكن يكون معادلة ممكن يكون استنتاجية قانون حتة في جزئية من قانون اذا ده محتاج ان انا اشتغل في مكان للتجريب في نهاية الورقة هنلاقي اماكن خاصة كمسودة نبدأ نكتب ونجرب ونشوف ليه لان دي مسألة طب يبقى انا لازم اكتب القانون وعوى ما اعتمدش شفوي طب يلا كده ناخد تدريب على الحكاية دي نشوف كده اختيار من متعدد في صورة مسألة عن الكيمياء الكهرباء فبيقول لي هنا ايه كمية الكهرباء اللازمة لترصيب 9 جرام من الالمونيو اقل 13 27 من التحليل الكهابي لمصهور كولوريد الالمونيو تساوي كم فادي اذا هنا انا شغل بكمية الكهرباء فادي طب هنا عندي الاختيارات نص واحد فادي اتنين تلاتة طيب هنا انا اجوب ازاي لازم بقى شغل مخي نبدأ نشتغل على الفادي بيقصب كتلة مكافأة من المادة اللي عندي لها الالمونيو يبقى لو واحد بيقصب كم ايوا يبقى 27 على كتلة مكافأة على عدد تأكسد الالمونيوم 3 يبقى 27 ايه على 3 تسعة يبقى واحد يقباله 9 جرام يبقى كام يقصب 9 جرام يبقى طرفين فواسطين حيطير التسعة مع التسعة يديني واحد ايه فادي اذا هنا انا بقول للطالب ايه اعتبر السؤال مسألة لازم ولازم اجربها ولازم اتأكد من الاجابة واحنا على فكرة مفيش كلمة بتتكتب في ورقة في نهاية الاسئلة في نهاية الاجابة الا ما بنرجحها وقد يكون ان انت وانت عاملها في الاخر عاملها صح وانت بتنقل الاجابة قدام بتعملها غلط بنعتبرها لك صح ان دي ملكك الورقة الشيطي اللي جاي لك او الكراسة الاسئلة والاجابة اللي جاي لك هي دي ملكك انت ده شغلك انت اتأكد ان ان شاء الله هيقع في ايدي امينة على مصلحتك وعلى مستقبلك يلا نشوفي السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه تشترك خلية الزئبق مع خلية الوقود في نركز كده مع بعض كلاهما خلية جالفانية اولية نوع مادة الالكتوليت كلاهما تختزن طاقة خد بالك الف وبه صحيحتان هنا نقرأ تاني الف وبه كلاهما خلية جالفانية اولية طب على مهلنا كده طب وبه نوع مادة الالكتوليت اه رايدوكسيد بوتاسيوم اه دي صح تمام يبقى به معانا طيب كلاهما خلية جالفانية اولية لا يعد شحنها تمام يبقى اذا الاجابتان الف وبه صحيحتان ان كلا من خلية الزئبق مع خلية الوقود ها بيشتركوا في ايه ان كلاهما خلايا جالفانية اولية نوع مادة ايه الالكتوليت واحدة شكرا ابناء العزاء ارجو ان احنا نكون استفادنا من هذه الحلقة في المواجعة وبننصح دايما كقصة برنامج ان احنا ناخد بالنا من النصائح اللي احنا طول الحلقة بنأكد عليها لان هي دي اهمية حلقات المواجعة اللي هي النصيحة اللي هي الاجابة النموذجية اللي هي بنفكرت بالاخطاء الفنية سواء كانت ويسومات او معادلات او اجابات عادية او حتى وان احنا بنختار من متعدد اسئلة المقال اسئلة الاسئلة الموضعية الحقيقة ارجو ان احنا نكون وفقنا في عرض كل هذه الاشياء ونوعدكوا دايما ان شاء الله بحلقات جديدة في المواجعة والى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله